موسيقى خذها قاعدة البوابات الطاقية هي الأقوى إطلاقاً والمتوفرة زماناً ومكاناً أهلاً فيك عزيز المستمع ولقاء جديد من بنامج خذها قاعدة الموسم العاشر نحن في موضوع البوابة الطاقية ليش طولنا في هذا الموضوع؟ ومستمرين راح نطول فيه لأن المسألة هذه هي مصدر كل البوابات المرة اللي فاتة اختصرتها بثلاثة مسال هتوفر عليك الكثير من الوقت وحديث طويل موجود في 9000 كتاب موجودين في السوق إذا أردت أن تقوي هذه المسألة رقم واحد أنا عارف أنها فيها تفاصيل كثيرة طبعاً وتحتاج 9000 كتاب لكن المبدأ العام كذا حتى بستوصل له رقم واحد هو كيف أنت قوي في الكنيكشن بينك وبين المصدر المصدر اللي تنشئ منه كل الطاقات فكيف أنت علاقتك في هذا الموضوع وكيف متقوي عندك هالتوكل عندك هالإيمان عندك هالثقة عندك هالتواصل النظيف بينك وبين هذا المصدر المصدر هو مصدر البوابات كلها أثنين علاقتك مع نفسك يعني معناته فهمك للمشاعر الأحاسيس الأفكار الرغبات الأهداف اللي تبيها في ذاتك ورقم ثلاثة منهم اللي حتى تتواصل معهم صح هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بحبل من الله وحبل من الناس ما لك شغل بالناس المعتزلين اللي هم يعتقدون بس باعتقادهم الذاتي والنفسي وكذا ذو الكهنة ما في مشكلة مو غلط استطيع تعيش كاهن لو حبيت هذا خيارك روح عيش كاهن الكاهن ما يطلب نجاحات الكاهن ما يطلب إنجازات الكاهن ما يطلب سعادة وفلوس ووفرة ما يطلب هذا الكلام بس هو يحصل على ما يريد هو تواصله مع ذاته يعطيه هذا الرضا عن الذات يعطيه الشعور بالتواصل الصح مع النفس ذاتس وكي يعطيه هذا يعطيه هذا الانتماء الكوني الذاتي لكن ما يعطيه أشياء أخرى نحن نتكلم عن أنك أنت تكون حاصل على الثلاثة مسائل مع بعض قوة متما أردت لأنك أنت متصل مع المصدر صح قرارات وتغيير متما أردت لأنك أنت متصل مع ذاتك صح إنجاز وتجلي مادي وهذا معنى أنك متواصل مع غيرك صح اليوم رح نتكلم عن كيف تصنع بوابة طاقية تكلمنا عن أمثلة وتكلمنا عن موضوع الشخصي وهو كثير مهم والآن نتكلم عن كيف تصنع أنت بوابة طاقية متى محتجت رقم واحد تألم المواجهة تألم المواجهة الشخص اللي ما يواجه ضعيف 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 والشخص الضعيف مضر 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 ومؤذي الشخص القوي مفيد ونافع وصادق وخير الشخص الضعيف مضر مزعج فواجه عندما تضطرت واجه واجه عادي واجه عندما تخطئ واجه عندما تصيب واجه عندما تؤمن برسالتك أو فكرتك أو النداء الداخلي لك واجه فتعلم المواجهة عند المخاوف it's okay واجه كل البشر يخافون كلنا نخاف كلنا كلنا بكل أنواعنا نخاف بس بعدين نواجه وعندما نواجه نصبح أقوياء فواجه واجه بأفكارك واجه بأهدافك واجه برسالتك واجه بصدقك هذه المسألة ضرورية جدا 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 إذا أردت أن تتلاعب على الناس فالمسألة سهلة حتى إذا أردت أن تتلاعب على الناس لا تصدقها لا تصالحها لا تلعب معها الجيمس كيف تتحكم بزوجتك إذا حبيت أو تتحكمين بزوجك عادي بكل سهولة لا تعطي وجه كثير اوكي وتعامل معاه بالاحتياج وتعامل معاه بعقلية البرمج لأنه 80% من الناس أصلا متبرمجين على هذه الطريقة إذا أنت عطيتهم الشيء سمبل وسهل ولطيف مو بس هيكرهونك حينكدون عليك حياتك فأنت تعامل معهم كذا بالإهمال بعدم الاعتراف كذا روح حرهم غيرهم خلم طب هذي معيشة هل هذه عيشة شخصية بعيشة بتحكم في الآخر طب طز يعني شخص أراد أنه يعني ينسجم معاك ينسجم ما أراد ينسجم فصراحة طز ما تسوى التلاعب وكذا تتلعب حياتك كذلك استهلاك طاقي ومعلك مثلا في القضية العلاقات شخص يريد شخص يحبه ويتبادلون الحوب يتبادلون الاحترام يتبادلون التقدير حصل بطيب نفس أهلا وسهلا ما حصل بمعنى الكلمة كلمة الطز ما تسوى نفس الشي في التجارة كذا أنا ممكن أتلاعب أروح أسوي حيل وكذا ورشاوي وتحت الطاولة ومشي صفقاتي وشغلي وكذا يعني ممكن هذا ممكن وهو هذا اللي قاعد يصير مع معظم البشر من اللي يحققه النجاح لا يمكن شخص اليوم يحقق مليارات وهو صادق ونظيف وكذا ما بقول لا يمكن لكن هذا من شبه أندر الندرة ليش لأنهم الكنترول عندهم هم اللي يطبعون فلوس أصلا هم اللي يحددون أسعار هم اللي كذا مستحيل هيعطونك إذا كنت أنت ماشي بمسار مختلف لازم أنت مشي في نفس مسارهم ممكن يعطونك فتاتيت يعني يعطونك ملايين يعطونك مئات آلاف يعطونك شكذا بس أوكي لكن ما حي سمحولك توصل لهذه القوة طب أنت أمام يعني أم أني أعيش لا تعيش نظيف طز طز في المليارات طز في الملايين طز في كذا بس أنت ما تبيع نفسك يعني تبيع نفسك للشيطان تبيع نفسك للشياطين تبيع نفسك لهذه القوة الظلامية ما تبيع نفسك فنفس الفكرة بس أنت ممكن تتلاعب ترى وكذا وتكسب وكطز ما لداعي نكسب يعني نفس الفكرة والتلاعب الطاقي الطاقي التلاعب بالعلاقات التلاعب بالتجارة التلاعب بالشهرة يعني شخص وبصرعة صرت مشهور يا أخي افهم يا ما أنا مقال الكلمة افهم أنت ما صرت كده إلا هم دزوها دزوها لك كده فتلاعب استعبدوك فأنت مو معقول أنك انت انشهرت بخلال سنتين ولا بثلاث سنوات ولا كده وصرت حي المشهور وتدخل عليك فلوس كده أنت مستعبد وأنت لا تدري أنت لا تعلم أنا لو حصلوا معي هالقفزة الكده سريع حبدأ أشك وحبدأ أتساءل طيب أنا في عندي اكويفلنت يعني في عندي مقابل طب منين جبت هالاستحقاق هذا موش استحقاق هذه خدعة هذا استعباد في ذلك فكرة أنك انت تمتلك القوة في نفسك ما ترضى تبيع نفسك لأي شيء ما ترضى تدخل الجيمس هذي في التلاعب في العلاقات حتى تتحكم في الآخرين الجيمس والتلاعب والرشاء والكده في التجارة حتى تكسب فلوس ما ترضى أن تتعملك حتى تكسب شهرة ما ترضى حتى تكسب سلطة إلا من الناس يرغبون فيك أنك تكون أنت بالسلطة ما تكون في السلطة بل تؤمن بفكرة أنها حسرة وندامة إلا من آتاها حقها يمكن أنا ما أعرف أقود أنا اليوم لو حطوني رئيس دولة حاعتدر لهم أمية بالأمية ما أعرف أقود دولة ما أعرف أقود الجانب الأمني ما أعرف ما أقود الناس معاي بيسيب أنه سلطة لكن ما مشكلة ما مشكلة يا أخي تعال تلاعب إحنا ندبر لك موضوع الأمن لا يا أخوي فذلك هذه كلها ضد موضوع أن تنشئ بوابة طاقية ما كثير ناس عندهم سلطة عندهم قوة عندهم شهرة عندهم أموال هذه مش بوابة طاقية هذا استعباد لازم تدرك الفرق بين المسألتين بوابة طاقية أنت أنشأتها من ثلاثة مسائل تواصلك مع المصدر صح تواصلك مع ذاتك صح تواصلك مع الناس الصح تواصلك مع الناس الصح هذه كثير ضرورية تقدم متواصل مع الناس الغلط مرتشين خداعين كذابين دجالين نصابين محتالين مضرين ومتواصل معهم تقول طب شا سوي الحياة أوكي ماشي أنت حتحصل على اللي أنت قاعد تبحث عنه بهذه الطريقة لكنها ليست بوابة طاقية ومش بوابة شريفة وكريمة ومش هتعود بالخير وكليش لأنه فيه في العالم فيه طاقة كذا ماشي في الكون كله سيركليتنك قاعدة حتيجي حتيجي اللي ترسله حيرجع أن لو غشيت إنسان حيجيني غش لو خدعته حيجيني خدعة لو نصبت حيجيني نصب اللي حاخذه مني حدفعه مني أحياناً حيكون الدفع أغلى وحياناً واحد يكون عنده ملايين بس فقد صحته فقد حياته فقد أولاده وش الفايدة لذلك ننتبه من هذه المسألة واجه إذن رقم واحد رقم اثنين تدرج إحنا قلنا هذول اللي نالوا الشهرة بصرعة نالوا الغنى بصرعة نالوا السلطة بصرعة كذا لم يتدرجوا وما أخذوها باستحقاق أن تتدرج تدرج ليش؟ لأنك أنت تعزز هذه المسألة رقم ثلاثة أصدق طب كيف أصدق؟ يعني إيش المعنى؟ الصدق رقم واحد تواصلي مع المصدر تواصل صادق مش تواصل مصلحي أنا بس لما أتضرر تواصل مع المصدر ولما أنتفع ما أتواصل مع المصدر لما أنتفع معناه أنه أنا بأخدم الناس أبأخدم البشر أبأخدم رسالتي أبأخدم كأنا أمور ما شيء طيبة أقدر أعطي أكثر صحتي زينة نفسيتي زينة أبأعطي أكثر الله أعطاني أبأعطي فولئن شكرتم لأزيدنكم واللهم أعطي منفقا خلفا في الصدق في التعامل مع المصدر اثنين الصدق في التعامل مع الذات مع النفس لا أجي على نفسي طول الوقت ولا أيضا بس أفيد نفسي تعرف المقياس هذا الجميل عندك يعني أنت منصف لنفسك ولذاتك ومنصف للآخرين هذه قمة وعظمة المصداقية المسألة الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كون مع الناس الصح كون مع الناس الطيبين مع الخيرين مع الناس اللي اختاروا المسار اللي أنت تريده المسألة الرابعة عزز لما تبدي في مسألة تبدأ تواجه تبدأ تدرج عزز عزز قوي 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 تتجمع يعني تتجمع تتجمع المسألة اللي بعدها بارك وشجع لما تشوف الناس اللي ماشيين في مسار صح بارك لهم امدحهم تواصل معهم صح ادعم تحركهم شجع الآخرين شف حولك ناس بدأوا يسلكون مسلك شجعهم بارك لهم نجحوا نجحوا نجاح أكثر منك سلام الله يوفقهم إن شاء الله ويسلون عشر ضعف أحسن مني فشفت لك قرناء صار زوجتك صارت أحسن منك الله يبارك لها هذا الأعظم العظيم دائما يبارك الآخرين حتى لو ظنوا أنه أعظم منهم لأنه هو الأعظم طول ما هو يبارك للآخرين وطول ما هو قاعد يشجع طاقته هذه هي مقوية وموجودة في الكون كقوة مسألة أخيرة كذلك في الصناعة أنه سامح واغفر تبتمشي بالمسار صح سامح واغفر هذه معينات تقويك حتى في صناعة البوابة الطاقية لأنك متى ما أردت تستلهم القوة تنشئ بوابة اليوم أنا قعدت الصبح صار ليومي تقريبا كذا كل شي غلط صار يعني وكل ما أحاول أنا موجود الآن عندي معاملات كثيرة أخلصها ما أنا قادر انفصل الاسمس وأنا موجود في البوسنة ساعة كذا يفصل مزاج المسألة فصل ما فيه أحاول أسوي تسجيل تسجيل مراضي يضبط أحاول أسوي لكل إنترنت بدأ يقطع حاول استخدم تلفوني تلفوني مدري ش صار فيه بحاول استخدم برنامج هويتي مدري سهل في الكويت بخلص محملات انفصل قال لي أنت لازم تجدد لتحدث البيانات يعني ما شاش طيب شون نشتغل طيب جلست مع نفسي وبديت التمرين وقلت لاتس أوكي خلني أشتغل أوكي عادي وبدأت أشتغل في الحلقات وتحمست كثير وأنا في وسط الحماسة وأنا في تسجيل الحلقات رح تسحبت شوي كذلك الاسمس اشتغل الانترنت تفعل الاي دي أو كذا كويت اي دي هذا الهوية يشتغل بدأت الأمور تتحرك حتى أنا تحمست أكثر واجب أني أعطي أكثر خلنا ناخد تمرين اختار موقف فيه أنت جبنت يعني خلص ضعفت وترادعت وخفت وكذا اختار هذا الموقف ثم ضع تصرف مختلف طبعا ما حنسوي التمرين كله لأنه خلص أنت عرفت الطريقة عادي شغل ميوزيك وراء وكذا وتبدأ تختار الموقف اللي أنت فيه جبنت في الماضي تحط تصرف مختلف الاتزان شاهد نتائج مختلفة وبعدين تنفسها عزز التواصل مع هذه الطريقة بحيث الآن يوم رايح أنت تتصرف بطريقة مختلفة وبذلك تتحكم في النتائج وخذها قاعدة البوابات الطاقية هي الأقوى إطلاقا والمتوفرة زمانا ومكانا ترجمة نانسي قنقر